تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تتمكن وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 470 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 72 طن مواد غذائية وغير غذائية وتم ضبط أكثر من 22 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط ما يقرب من 50 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية فيما تم ضبط 609 قضايا من بينها 157 قضية قضية خبز ناقص الوزن و162 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 152 طن أقمح محلية موسيقى